اهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس دكتور وورد في هذه المحاضرة راح نتطرق الى كيفية تصميم ورقة مخططة مثل ورقة الدفتر طيب طبعا في البداية لابد انه نستعين في برنامج اكسل طبعا نجي الى برنامج اكسل وطبعا من تخطيط الصفحة نجي نختار حجم اي فور مثلا احنا جقدر يدتكون الورقة ريدها اي فايف او اي فور مثلا راح نختار اي فور طبعا نضغط على اي فور نلاحظ ان البرنامج راح يقطع عنا الملف طبعا ممكن انه نكبر الحجم جيد طبعا نجي من اليمين راح نضيف هامش بهذا الشكل مثلا وطبعا لقم واحد ايضا راح نضيف هامش مثلا بهذا الشكل فرح يصير عندنا هامش من اليمين وهامش من اليسار الان من الصفحة الرئيسية من علامة الحدود طبعا نجي الى لون الرسم راح نختار مثلا اللون الاحمر الفاتح طبعا اذا لاحظ انه احمر فاتح ما موجود هنا انا عندنا فنجي الى الوان اضافية وطبعا راح اختار لون احمر فاتح مثلا راح اختار هذا اللون ومن ثم موافق جيد الان راح اجي ارسم خط بهذا الشكل انزل الى الاسفل الى ان ينتهي ارتفاع الصفحة طبعا مثلا بهذا الشكل بهذا المقدار وطبعا ايضا ارسم خط افقي بهذا المقدار طيب اسمت الخطوط اللي باللون الاحمر الان راح اجي ارسم الخطوط اللي باللون السمائي او الازرق راح اختار مثلا هذا اللون وطبعا راح ارسم بهذا الشكل وطبعا ضروري انه الرسم يكون بين سطر وسطر لان راح يكون عدي لون اخضر جيد طبعا اكمل الرسم بين سطر وسطر بهذا الشكل جيد الان راح ارسم الخطوط اللي باللون الاخضر بنفس الطريقة راح اختار هذا اللون الاخضر وايضا راح تكون بين سطر وسطر جيد الان راح نمسح هذه الخطوط العمودية من خلال الرسم باللون الابيض طبعا نجي نختار لون رسم الابيض وطبعا نرسم هذه الحدود نكمل الرسم لبقية الحدود طبعا الان راح اجي اضغط كليك مرة ثانية على الرسم حتى ينتهي الامر الان راح اجي اختار حجم خط لهذه الورقة مثلا راح اختار حجم خط 16 مثلا مثلا بهذا الشكل طيب الان راح اجي اضغط كليك هنا بالنهاية وراح اصغر الورقة اصغر الان تظهر حجم الاي فور كلها بهذا الشكل وطبعا عدنا عدد طرق اما بالاصدارات الحديثة من ويندوز 10 اضغط شفت وعلامة الويندوز وطبعا حرف اس شفت وعلامة الويندوز وحرف اس وطبعا اجي ارسم بهذا الشكل ارسم الورقة اللي انا حددتها ااخذ نسخة من عدها هذه طريقة طريقة اخرى اقدر اظهر اداة السنابينج تول من خلال اكتب هنا سنابينج تول طبعا فقط اكتب SNIP هذه الادات اللي هي السنابينج تول بنفس الطريقة اضغط على نيو وايضا راح اجي ااخذ نسخة مثلا خلي نجرب نجي نضغط نيو هنا وطبعا راح ناخذ نسخة من الرسم اللي احنا رسمناه جيد طبعا بامكاننا نحفظ الملف وبامكاننا انه ناخذ بشكل مباشر نسخة انا راح احفظ الملف من خلال File Save As وراح احفظه مثلا على سطح المكتب راح اسميه مثلا بيجي اللي هو Background وطبعا Save الان نجي الى برنامج Word طبعا نجي الى ادراج ومن ثم الرأس وطبعا نجي الى تحرير الرأس بهذا الشكل الان عندما ضغطت الكليك على تحرير الرأس راح تظهر لقائمة تصميم وطبعا من ضمن قائمة تصميم عندي اهنانا الصور بامكانه انه اضيف صورة راح اضيف الصورة اللي رسمتها ببرنامج الى اكسل وحفظتها طبعا اضغط عليها كليك ايمن اختار امام الناس جيد الان راح نجي نكبر الصورة الى ان تكون بحجم الورقة طبعا بامكانه انه نسحبها الى الاسفل طبعا ممكن تنزل بعد الى الاسفل ممتاز جدا الان بعد ما انه اكملت من رسم وادراج الصورة اضغط من تصميم اغلاق الرأس والتذييل طيب بامكاني انه اختار مكان للنص بهذا الشكل مثلا بهذا المكان ممكن وطبعا بامكاني انه اكتب طبعا لابد انه اختار نفس الحجم اللي اختاريت هنا انا مثلا اختاريت 16 هنا اجي اختار 16 حجم النص 16 وطبعا من التباعد اختار واحد اللي هو تباعد الاسطر واكتب مثلا منصة عالم بها الاحترافي التعليمية مثلا طبعا بامكاني انه يعني اختار لون مثلا راح اختار اللون الاحمر مثلا وانزل الى الاسفل طبعا بامكان انه اطبع طبعا بامكاني انه اضيف اسطر بنفس الاسطر المخططة اكتب مثلا دورة تعليم برنامج word مثلا المستوى الاحترافي طبعا وهكذا بامكاني انه اضيف مثلا المحاضرة لقم 7 مثلا وطبعا بامكاني انه اختار اللون اللي اريده او اشوفه مناسب وايضا طبعا بامكاني انه احذف كل شي ومباشرة اطبع هذه الورقة بحيث تظهر بنفس الدفتر ان شاء الله تكون المحاضرة جميلة وبسيطة نلتقيكم في محاضرة قادمة باذنه تعالى اشتركوا في القناة